علي من عمان يسأل يقول بعض الناس يطلق عبارة يقولون فلان ما يستاهل يعني يقصد علي إذا حصل له شيء أو هذا من هذا القبيل علي بارك الله فيك بالنسبة لقول الناس فلان ما يستاهل إذا جاء مرض أو جاء مثلا مصيبة أو حصل له حادث هذا كلام لا يصح ولا يصلح وهذا يتنافى مع الإيمان بالقدر ولا يجوز للناس يقول الله فلان ما يستاهل جاء مرض أو فلان ما يستاهل حصل له حادث ما يدري الإنسان لعل هذا خير له فالله جل وعلي قل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون نبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلعن الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل قل عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتله إذا أحب الله عبدا ابتله صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإذا أحب الله قوما ابتلاهم والمقصود بأن هذه الجملة ينبغي أن لا يقولها الإنسان وذاك تجد بعض الناس للأسف يقولون توفي فلان قالوا ما يستاهل كيف ما يستاهل هذا قدره إن كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون وخلق كل شيء فقدره وتقديره لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب كيف ما يستاهل هذا الله عز وجل قدر كأن في هذا اعتراض على القدر تسخط على القدر هذا هجر من القول يأثم عليه الإنسان أو فلان والله صابه مرض مثلا من الأمراض قالوا ما يستاهل كيف ما يستاهل وش اللي يدراكم أنه ما يستاهل ما تدرون لعل الله عز وجل اختار هذا الشخص ليبتليه بهذا المرض حتى يكون ينتظم مع سلك الأنبياء والأولياء والصالحين فمثل هذه العبارة تترك بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر